مرحبا معاكو استاذ الرائد شيخ احمد من عبلين انا معلم الرياضيات ومرشد لوائي في لوائي الشمال في الوسط العربي للمرحلة الابتدائية درسنا اليوم لطلاب الصف الرابع والخامس اهلا وسهلا فيكو انا كتير كتير مبسوط ان قسم كبير منكو اكيد شافني في دروس تانية ولقدام اكيد رح يكون كمان دروس اخرى فبتأمل انكو مبسطين في البيت وعم تتعلموا بطريقة حلوة مع معلمينكو عن بعد من البيت بتأمل انكو كمان مرة مرتحين ومبسطين بالبيت عم بتقسموا وقتكو تستغلوا بين دراسي تعليم عن بعد وبين كمان اللعوب اللي بدل ما كنتوا تقعدوا بالمدرسة كل الوقت عم تقعدوا في البيت بشكل مريح ممكن اكتر انه تشاهدوا الدروس وتحضروا مع المعلمين وتتعلموا عن طريق الحاسوب مع المعلمين وبتأمل انه هذا الوضع يخلص ونرجع للحياة الطبيعية ولكن هالامور زي انتو بتعرفون فرضت علينا واحنا لازم نكمل في مسرتنا التعليمية وفي كل اشي بنعمله بحياتنا موضوعنا اليوم راح يكون عن توسيع الكسور زي ما قلتلكون لطلاب الرابع والخامس راح نبدأ بشغلة حلوة كتير بقصة وبعدين نكمل شوي الدرس طيب احنا بدنا للدرس مهم كتير ألم مقص ممكن تجيبه تلوين بعد الورقة ملونة او ممكن تجيبه من ورقة حساب تقصه ورقة مربعة كمان مرة بدي تقصه ورقة مربعة ممكن ملونة زي العشمال من دفتر ملاحبات او اشي او ممكن من دفتر الحساب او ورقة فوليو الاي اربعة بس انتبهوا المطلوب تقصه مربع لانه بدنا نستخدم اكتر مش المقص يمكن تستخدم المقص بس تقص الورقة من الدفتر اذا ما عنكم ورقة لحالها وتعملوا مربع مربع زي ما انتم شاين فيهم تعرفوا ورقة مربعة طولها زي عرضة فانا معاكو بستناكو كمان مرة تحضروا ورقة مربعة ومقص تقصوا الورقة اذا عشان تقصوا الورقة وقلم وتلوين لانه بدنا نستعمل كمان التلوين خلال الدرس فكمان مرة اعطيكو شوي مصف دقيقة تحضروا ورقة مربعة اذا حتى في عنكم ورقة مربعة اللي منكتب عليها ملاحظات صغيرة الورقة المربعة صغيرة زي اللي انتم شايفينها تبعت الملاحظات هاي السفرة هادول الورقة اللي ملونة اذا عندكو بالبيت منهن بتقدروا تاخدوا واحدة عشان نستعملها بالدرس واذا فيش بتتقصوا من ضفتر او ورقة تاني تعالوا نبدأ مع بعض اليوم رح نبدأ بقصة شوي هيكة ترتبط بموضوع توسيع الكسور رح نشوف كيف ترتبط القصة وكيف تنميز اسماء مختلفة لنفس الكسر اكيد يمكن تعلمتوا في قصة منكو تعلمها اكيد مع المعلمينكو ولكن رح نعرض الشغلة بطريقة شوي مختلفة اليوم وشوي ناخد كيف ممكن احنا نوسع كسور بمساعدة طي الورقة المربعة زي ما قلتلكو الورقة المربعة اللي معاكو حضرتوها نغرس تعملها عشان نطوي الورقة اللي معنا وبعدين رح ناخد مهمة صغيرة بيتية اللي رح تتفرجوها طبعا الحل لمعلمتكم طيب في احد الايام قالت مها كانت ماشي بالطريق جنب البيت عم تتمشى شافت من بعيد شخص بلوح لها بقولها مرحبا من بعيد تعرفوا منطلع الاشياء احنا من بعيد بعيد منشوفها اشياء صغيرة صغيرة فمعرفتش بالضبط مين هل هي اختها ولا صاحبتها رهام ولا صاحبتها ممكن راوية معرفتش مين من بعيدين بيني صغير صغيرين بيني فمش يطلبوا عدتين طبعا وقربت عليها وعرفت انه هاي لما قربت منها عرفت انه هاي صديقتها رهام فعلت لها من بعيد شفتك انا صغيرة كتير كتير وما كنتش متأكدة انك انت فكرتك حدا تاني واحنا كمان نفس الشي كمان لما بتطلع على محل من بعيد اذا بتطلعوا كمان على السماء لفوق بتشوفوا مثلا طيارة بتشوفوها صغيرة صغيرة الطيارة بالجاو بس لما تكونوا وقفين حد الطيارة بتشوفوها كبيرة كبيرة يعني انتو يعني احنا هون الطيارة اللي شفناها صغيرة هل بس تهدى على الارض بتكبر يعني واذا طارت بالجاو بتصغر شو قلته اكيد لا حجم الطيارة هو نفس الحجم وطبعا صاحبتها رهام هي نفس الكبر ولكن الاشي اللي منشوفه من بعيد ما له بكون منشوفه صغير بس هل الاشي نفسه بتغير طبعا بتغيرش تعالوا نشوف كيف هاي القصة رح ترتبط في موضوع توسيع الكسور معنا احنا شفنا انو الاشياء ما كبرتش شافت صحبتها صح اشي صغير صغير من بعيد بس قربت عليها عرفتها مين هي نفس الشي الطيارة لما احنا نشوفه من الطيارة من بعيد منشوف الطيارة مالها صغيري وبس نشوفها حدنا قريبي لما نسافر بالمطار نكون حد الطيارة منشوف الطيارة مالها كبيري بس هل هي بالجو اتغيرت يعني بتظهر وهي بالجو لا احنا منشوفها صغيري بس هي ما اتغيرت تعالوا نشوف كيف هذا الاشي برتبط بموضوعنا بالكسور اوكي تعالوا نبدأ شوي مراجعة صغيري ونشوف لقدام كيف نستعمل طي الورق ونشوف كيف هذا موضوعنا يرتبط اللي حكينا عنه التكبير والتصغير الشغلات اللي مشوفها من البعيد الصغيري يرتبط معنا بالكسور مي بقول لي شو جزء الملون هون بالشكل بالقلب هدا تبهوا عندنا جزء ملون مي بقول لي قديش جزء ملون مم؟ اكيد كلى ياتكو بتعرفو نص صحيح إذا جزء الملون هون قديش? نص لأنه نص الشكل ملون طيب هون شو قلتو؟ اكمل مستطيل الصغير في ملونات 12 من قدي كلهن 24 طب فيش عنا جواب هون 12 من 24 مين بيقول لي انو كسر ملائم هم اذا انتو شايفين الشكل كله المستطيل الكبير صح 12 مستطيل صغير ملونات ولكن هنا 12 من 24 20 قديش نص 24 12 يعني نص الشكل عنا هون ملون اذا الجواب الصحيح هو ايش نص طيب تعال نشوف هون مين بيقول لي قديش الجزء الملون هون المتلت الكبير لقديش يمقسم لاربع متلتات اكمل جزء ملون جزء واحد متلت واحد من اربعة اذا جزء الملون قديش هو الربع صحيح ممتزين ممتزين جزء الملون ربع تعالوا ناخد هذا الشكل برضو متلت كبير مقسم لاربع متلتات صغار قديش ملون من هين متلتين من اربعة طب اتنين من اربعة نص الاربعة اذا جزء الملون قديش نص صح بالرسم مش شايفين النص ولكن عنا جزءين من اربعة ملونات التنين هي نص الاربعة فالجزء الملون عمليا هون هو نص اذا الجواب الصحيح هو نص تعالوا نكمل مع بعض نرجع لموضوع التوسيق رح اعطيكو اسا وقت دقيقتين تشوفو تحطو دائرة على الكسور تنسى اخد الكسور على الدفتر وتشوفو اي كسور مساوية لنص تنسوش احنا شفنا زي هون كسر يساوي نص شو فيو الباست مالو اد نص المقام الكسر اللي هو يساوي نص الباست اد نص المقام اذا رح اعطيكو دقيقتين اسا تاخدوا التمرين هذا تحوطو الكسور المساوية لنص اكتب الكسور على الدفتر وحطو دائرة على الكسور اللي مساوية نص معاكو دقيقتين ورح نرجع نحل التمرين مع بعض ام 유سر ام جانفة دعريم سنذهل محتم ام جانفة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة طيب رجعنا مع بعيد انا متأكد الاختيار كان انو نطلع اي كسور فيها البسط يساوي نص المقام مين بقول لي اول كسر شو الربعين صحيح واش كمان انا شايفين اللي حبت اللولو او الليش اسمه اللون الاحمر اللي هي ربعين واللي وراها اللي بالاصفر اللي هي قديش تلات ازداز تساوي نص والتلات اربع هل هي تساوي نص لا ليه لانو التلاتة مش نص الاربع الخمس عشر صحيح مضبوط واش كمان لانو الخمس نص العشرة واش كمان برافو التماني على ستاعش صحيح برافو عليكم طيب والاربعين على تمانين شو قلته مضبوط صح لانو الاربعين نص التمانين اذا الاربعين على تمانين تساوي ايضا نص برافو تعالوا نكمل مع بعيد احنا شفنا انو النص عمليا بظهر باشكال مختلفة شفنا زي ما هون النص بظهر باشكال مختلفة هو ربعين النص يساوي ربعين يساوي ثلاث ازداس يساوي وخمس عشر يساوي تماني على ستاعش يساوي اربعين على تمانين وفيكتير لميكمان بقدر اقول ستيطيع اصلاعش بقدر اقول تماني على ستاعش زي ما مكتبsche بقدر اقول سبع على اربعتاش. كل كسر فيه لبسط نص المقام. هو يساوي نص. اذا زي ما احنا شايفين. الكسر نص ظهر شفناه باشكال مختلفة او بصور مختلفة. تعينا نشوف اذا الكسر تلات ارباع. كمان نفس الشي ممكن يظهر باشكال مختلفة. يعني النص زي ما احنا شفنا هنا. متخبي باشكال مختلفة. تمانعة ستعش. خمس اعشار. تلات ازداس. الى اخره. و تعالوا نشوف اذا التلات ارباع كمان. هو ممكن اكتبه باشكال مختلفة. عشان نعمل هاي الشغلة. احنا قلنا بدنا نستعمل طي الورق. تاخدوا الورقة المربعة. زي قلتلكم ممكن الورقة المربعة اللي ميكتب عليها ملاحظات عنا في البيت اللي عنده بالبيت. اللي لا بقدر يقص ورقة من الدفتر. حكينا هاي الشغلة في البداية. خدوا الورقة وقطووها لاربع اقسم. نطويها كمان مرة هيك. ومرة هيك. زي ما انتو شايفين الخطوط اللي قدامكو. زي ما انتو شايفين الخطين. نطوي الورقة مرتين. نطويها هيك. ونطويها كمان مرة. طيب? ومنفتح الورقة. زي ما احنا شفنا الورقة تقسمت لاربع اقسام متساوية. كمان مرة. نطوي الورقة بالنص. ومنطويها كمان مرة. اطوي الورقة. وعاودوا. افتحوها. ويعلموا بألم تلوين. الخطوط اللي طوينا عليهم. اللي انتو شايفين هون اللي مقطعات بالاسود. الخطوط اللي طوينا عليهم. علموهن بألم توش. زي ما احنا شفنا الورقة. تقسمت لاربع اقسام متساوية. اذا كل قسم قديش? ربع. طيب. تعالوا نكمل. لونه بلون مختلف طبعا عن اللي حططوه لخطوط التقسيم. بعد ما فتحنا الورقة عند الطي. وحطينا خطوط بلون. حطينا خطوط بلون على خطوط الطي. حصلنا زي ما قلنا على اربع اقسام متساوية. ولونه تلات اقسام من الاربعة بلون مختلف. كان مرة لونه تلات اقسام بلون مختلف. وهيك حصلنا احنا عمليا على الكسر تلات اربعة. الشكل مقسم لاربع اقسام. كيف قسمنا لاربع اقسام متساوية? عن طريق الطي. لوننا تلات اقسام. اذا جزء الملون هو يساوي تلات اربع. عاودوا اطوو الورقة سكروها. اطوو طيطين. كمان مرة اطوو طيطين. و اطوو كمان مرة. اطوو الطيطين و اطوو كمان طي. طيطين وكمان طي. واسه نفتح الورقة. او كم من قسم بكون فيها حسب رايكو? كم مرة? منسكر الورقة بعد ما لوننا طلات اقسام. نرجع الطيطين كيف اللي عملناهم بالاول. ومنطوي كمان مرة. ومنعاود نفتح الورقة. شو قلته? ايش بطلع عندي? بطلع الشكل اللي قدامكو على الشاشة. الورقة تقسمت لتمن اقسام متساوية. وزي ما انتم شايفين التلات اقسام اللي كانوا عندنا هون ملونات. اكمل قسم صاروا ستة. ولكن هون عندنا تلاتة من اربعة. وهون ايش عندنا? ستة من تماني. اذا استعملنا الطيط زي انتم شوفنا. هل القسم الملون تغير? شو قلته? هل كبر القسم اللي ملون? اذا بده اطلع على الشكل هون هذا. بعد ما طويت الطي الثالتي. الجزء الملون هو ستة على تماني. هل الشكل اللي لونناه في البداية? الشكل هذا الجزء اللي لونناه تلاتة ارباع اتغير? شو قلته? اتغير? لا. اذا كان مرة. بعد ما فكنا الطي. ممكن نفتح ونعلم خطوط الطي جديدة. خطوط الطي جديدة. فمنحصل هيك بنفس القلم اللي علمنا فيه الخطوط في البداية. بنحصل هيك على ايش? تمن اقصام متساوية. ملون منهن ست اقصام. زي ما انتم شافين القسم الملون هون هو نفس القسم اللي لونناه بنفس الشكل للتلات ارباع. صح عدد الاقصام الملوني زاد. ولكن عدد الاقصام الكل بالشكل كمان زاد. بس الكبر جزء الملون. الجزء الملون لا كبر ولا زغر. ضل نفس الشي. تعال نشوف. نقارن زي ما انتم شايفين. صار عندي تمن اقصام زي ما حكينا. القسم الملون او الجزء الملون ما تغيرش ولا كبر ولا زغر. كل ما هناك انه عدد الاقصام بالشكل كبر. عدد الاقصام. اذا الملونات الاقصام الملونة كبرات. بما انه كل الاقصام بالشكل كبرات. عدد الاقصام كبر. فجزء الملون عدد الاقصام زاد. بس عدد الاقصام بكل الشكل كمان زاد. يعني عندي تلات ارباع مقابل ست اتمان. وهو نفس الجزء الملون زي ما انتو شايفين يعني عمليا الثلاث ارباع تساوي ست اتمان اذا زي ما انتو شايفين هاي الشغلة منسميها توسيع الكسر او توسيع الكسور الثلاث ارباع تساوي ست اتمان الشكلين الكسرين متأسف بيختلفوا بالشكل ولكن من ناحية قيمة ما ضيرت اذا ما انتو شايفين نفس الجزء الملون ضل عنا اذا الثلاث ارباع عمليا احنا وسعناه بالعامل مكتوب العمل بالعامل تنين وحصلنا على ست اتمان كمان مرة تعال نشوف الشغل اللي ملناها الثلاث ارباع عمليا هو قناع او ست اتمان هو قناع للكسر ثلاث ارباع او اسم اخر للكسر اذا بتشوفوا الثلاث ارباع من البداي هون هي تساوي ست اتمان زي ما انتو شايفين واذا بطوي الورقة كمان مرة برجع الورقة بطويها كمان مرة زي ما انتو شايفين هون عنا بحصل على ست عشر شكل ست عشر قسم وملون منهن اتناش اذا بدأ شوف العلاقة بين الثلاث ارباع وبين اتناش عا ستاش بلاحظ ان البس ضربته انا في اربعة والمقام ضربته في اربعة ثلاثة في أربعة أطناش وأربعة في أربعة أستاش إذن الكسر 12 على 16 هو أيضا يساوي ثلاثة أربع وزي ما أنتم شايفين الجزء الملون ظل نفسه ما تغير لكن شكل الكسر تغير إذن القسم الملون ظل زي ما هو إذن تعالوا نشوف شو صار معنا كيف عملنا هذا الإشي تعالوا نشوف كيف عملنا هذا الإشي كيف حصلنا على 16 قسم بواسطة الطي تتذكروا أخذنا الثلاث أربع إحنا طوينا مرتين حصلنا طوينا الورقة المربعة معنا مرتين حصلنا على ثلاث أربع طوينا كمان مرة حصلنا إيش على ثمن أق سام كل قسم قديش ثمن تعالوا نطوي كمان مرة إذن نطوي كمان مرة شو منحصل إنه الثمان هي 12 على 16 أو الثمن الواحد هو 2 على 16 تعالوا نشوف الخطوط التقسيم عنا هون زي ما إحنا شايفين إذن زي ما إنتوا شايفين بس العدد الأقصام الملوني أو القسم الملون ما كبرش ولا زغير ضل نفس الشي ولكن إحنا زدنا خطوط التقسيم فتلت أربع عمليا هو يساوي ست أتمان وهو يساوي أيضا 12 على 16 فممكن أستعمل أنا طي الورق وأشوف إنه الجزء الملون ما تغير معي ولكن شكل الكسر تغير ولكن الكسر اللي بحصل عليه جديد هو مساوي بالقيمة للكسر اللي كان معي في البداية طيب تعالوا نأخذ إسا مع بعض تمرين رح أعطيكو تمرين إسا تحلوا كمان مرة تدريب على توسيع الكسور إذن زي ما قلنا ممكن أوسع أنا أضرب البسط والمقام بنفس العدد أحصل على كسر مساوي بالقيمة للكسر اللي معاي ولكن بالشكل مختلف عنه ولكن بعبر لي عن نفس جزء تحل ملون وشوفنا هذا الإشي عن طريق كمان مرة طي الورع ونعلم خطوط الطي بألم طيب رح أعطيكو تمرين إسا تشوفوا بحسب الرسمات تكتبوا اسم آخر لكل كسر بحسب الرسمة اللي موجودة معكم بعطيكو دقيقتين ونرجع نحل التمرين مع بعيد تكتبوا اسم آخر لكل كسر 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 تكتبوا beige اشتركوا في القناة 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 لخمسة عشر قسم. واضح؟ اذا الشكلين عمليين اتنين صحيح عندي اديش المقسمات لثلاثين عندي خمسة عشر. الثمن اخماسي قديش تساوي؟ مين بقول لي؟ مين بقول لي الثمن اخماس قديش تساوي؟ بقديش ننوسع هون؟ المقام خمسي وكل الشكل المقسم لخمسة عشر قديش تساوي؟ ننضرب في ثلاثة اربعة وعشرين من خمس اربعة وعشرين من خمس تعشر. زي ما انتم شايفين عمليا ضربنا هون في ثلاثة الخمسة. لان الشكل الواحد مقسم عندي لكل عمليين الشكل عندي خمس عشر. الواحد صحيح خمسة عشر قسم. فخمسة في ثلاثة خمسة عشر. وتمانية في ثلاثة اربعة وعشرين. اذا اربعة عشرين وخمستاش ونتنسوش الكسر 8 أخماس هو أكبر من واحد صحيح. إذن كان مرة ممكن تشوفي هون في حلول اللي هي مش صحيحة. رح أمروا عليه هنا بسرعة أنا. إذن إحنا شفنا مع بعض هون كيف إنه دي أوسع كسر عمليا. بضرب البسط والمقام بنفس العدد. الكسر اللي بحصل عليه جديد هو مساولة الكسر اللي بالأول أخدناه. ولكن بيختلف عنه بالشكل. زي ما إنته شفتوا هون بالتمرين اللي هون. كلاتك استعملتوا الضرب. بدأ ضرب هون البسط بإيش ضربناه بثنين. والمقام بثنين. وعمليا. هون كمان ضربنا بإيش بأربعة. وهون بأربعة. إلى آخره. زي ما إحنا شفنا ممكن نعمل الإشي. نتأكد من الإشي عن طريق طي. لورقنا أخذ ورقة مربعة. وكل مرة نطويها بطريقة أخرى. ونحصل على الكسور عمليا. الأخرى اللي هي مساوية للكسر اللي معناه. وهيك نستنتج إنه عشان أوسع كسر مش كل مرة أنا دقص وراء أو أعود أطويها أو أعود ألون أشكال بكفي إنه أضرب البسط والمقام بنفس العدد. هيك أنا بحصل على كسر مساوي للكسر اللي معاي. من ناحية قيمي. ولكن بالشكل مختلف عنه. رح أعطيكو تمرين صغير إسا للبيت. رح أعطيكو دقيقتين. تنسخوا تمرين عن اللوح. افحصوا في كل بند إذا يمكن توسيع الكسر بحسب المقام أو البسط المعطى. وإذا أمكنه أكمله التوسيع إذا لم يمكن أشيره بإكس. إذا منتطلع مع بعض مثلا عندي ثلاثة على الثنين. البسط عندي تسعة. بإيش ضربت الثلاثة صارت تسعة. فقد أضرب نفس الشي المقام. وهيك بتكمله كل التمرين. رح أترككو دقيقتين تنسخوا التمرين على الضفتر. وتنسوش بعدين لما تحلوا التمرين. تفرجوا الحل للمعلمة. عشان تفحص إذا إنتو فاهمين الموضوع كفاية ولا بحاجة لتمرين أخرى. فرح أترككو دقيقتين مع المعلمة. أو لحالكو تكتبوا التمرين. ونرجع نلتقي مع بعض. اشتركوا في القناة 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 رح أقول لكم هون إسا خلص درسنا شكرا لكم كتير كتير على سماعكم على المشاهدة معي بالدرس زي ما قلت لكم الطريقة كتير حلو ممكن تجربوها بطريق الطي الورق نعمل توسيع قصور شكرا لكم كتير أنا مبسطت كتير معكم بالدرس وإن شاء الله رح نلتقي بدروس تاني كمان عن طريق للشاشة مع بعض كمان مرة يعطيكم العافية وباي باي